أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصاعد وطيرة العضوان الإجرامي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتوسيع نطاقه من خلال اكتياح مدينة رفح وعتبرت المنظمة أن ذلك يشكل إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجمعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة تهجيره من أرضه في انتهاك صارق لجميع القرارات الدولية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية كما أدانت التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل عزمهم وصلة توسيع جريمة العضوان العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو بدونه